كيف كان دايماً نحط قدامنا كده كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف في مثل هذا الموضوع أحسنت أنا بتعامل مع الزميل كيف كان يصوم كيف كان يصلي كيف كان يتعامل مع عيرانه نعم أنا أتعامل مع الزميل كيف كان يتعامل أنا أتعامل مع الطفل كيف كان يتعامل أتعامل مع حيوان كيف كان يتعامل أتعامل مع الزميل في العمل كيف كان يتعامل إنسان بغى علي إنسان يعتد علي كيف أتعامل إنسان تغير سلوكه ويحتض طبعه عليه كيف كان يتعمل وفي كل جاءنا به رسول الله يا مولانا نحن عايزين نقول كيف نحتفل قول لي واحد اتنين ثلاثة إزاي نحتفل بسيدنا النبي أقول له حضرتك أول حاجة الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الأعمال الصالحة التي قال بها الفقهاء والتي أطبقت عليها الأمة ولم يخالف في ذلك إلا من شز وأنا من عند حضرتك بقول لكل من منع من الاحتفاء والاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غليظا وكانت فيه الغلزة في التعامل مع رسول الله أقول له راجع محبتك لرسول الله واسترجع في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه طب نعمل إيه في محبة سيدنا النبي أو في الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقول لحضرتك أولا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم ربنا أقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنت في أي حال من الأحوال اقتدي برسول الله في تعلم سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احنا محتاجين النهاردة نستغل المناسبات ديت عشان نعرف أولادنا ونجتمع على مائدة سيدنا النبي فالولد ندي له كده كرس بسيط أو شيء معلومة بسيطة الولد الصغير والطفل وأبنائنا سيدنا النبي ما كانش بيجذب واللي ما يجذبش سيدنا النبي يحبه انت عارف احنا جايبين الحلوة الجميلة ديت ليه عشان احنا جبناها عشان نحتفل ونحتفي بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنسترجع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنسترجع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نتعلم منه نقتدي به ونتعلم من سيرته ونقرأ ما ورد فيه صلى الله عليه وآله وآله وصحبه وسلم والعلماء أكثروا في الكتابة في شمائله صلى الله عليه وآله وآله وصحبه وسلم فإحنا محتاجين نسترجع دوت محتاجين يا مولانا يوم الميلاد سيدنا النبي هصوم ينفع هصوم ينفع هتصوم ليه تصوم لأن زواج جاء يوم اثنين فصوم يوم الاثنين صاماه النبي وصلى الله عليه وقال له وصحبه وسلم طب أنا هنقعد نصل على سيدنا النبي ونجتمع نذكر الله ونصلى على سيدنا النبي ونسمع مدحف سيدنا النبي ونسمع كذا وكذا حكم ده يا مولانا ينفع نعمله آه ينفع نعمله أصلي أصلي أنت مش أخد بالك يا مولانا دي بدعة زي ما الأستاذة كانت بتقول دعنا ما بقولش أنا مجتورد على المال لا القائلين بهذا أريد أن تريد وجهة القائلين بهذا بنسمع وده موجود بالمناسبة سوشيال ميديا طلعتنا للأسف بكتير. إوعى تحتفل. اتبع ولا تبتدع. ما تحتفلش بسيدنا النبي. يا أخي أنت بتحتفل بعيد مرد ابنك. ولا تنسى يوم مولدة. لا تستطيع أن تنسى يوم زواجك. يحصل لك مشكلة مش تسخل البيت. خذ بال حضرتك. لا تستطيع. يا أخي أنت لا تستطيع أن تمحوا هذا الأمر النفس الجبلية. لا تستطيع أن تنسى المواقف العظام. أعظم ما أعظم من يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هنقعد نعمل كده. أصل النبي ما عملش كده. كلاما أنا بعرض الوجهة اللي بتقال والمعروضة. أصل سيدنا النبي ما عملش كده. أصل سيدنا النبي ما عادش مش عارفي. أصل سيدنا النبي ما اجتمعوه وشي صلوا عليه في الوقت ده. نقول يا لماعة تعلم الله يرضى عليكم. كل الهيئات العلمية وكل الجهات البحثية وكل الدنيا بأسرها من العلماء المتخصصين يقولون أن هذا من فضائل الأعمال التي ينبغي عليهم. أصل ما عملوش نقول لهم والله الترك ليس حجة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كثير من الأمور. ومع ذلك عدم فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الفعل محرم أو لا يدل على ذلك. بل فعل هذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا.